اشتركوا في القناة على اشهر واغربي القوانين في كوريا الشمالية الاستماع الى الموسيقى الاجنبية اصدر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون في عام 2015 قانون يمنع الاستماع الى الموسيقى الاجنبية من مختلف مصادرها حيث انه يعتبر ان هذه الموسيقى الاجنبية ومشاهدة الافلام بلغة اجنبية من الجرائم التي يحاكم عليها القانون وقام بمصادرة جميع اشريضة الكاسيت والاقراس المدمجة التي تحتوي على اغاني محظورة من الدولة تختلف شدة العقوبة حسب مكان انتاج الموسيقى والافلام قد يتم اعدام شخص شاهد الافلام الامريكية بينما يزجن من شاهد الافلام الهندية ويعاقب الذي يوزع الافلام الاباحية بالاعدام اجراء المكالمات الدولية يعتبر اجراء مكالمات دولية جريمة في كوريا الشمالية وقد عدم شخص في عام 2007 كان قد اجرى عدة مكالمات دولية ممنوع النوم في اجتماع بحضرة الرئيس كيم يعد النوم في اجتماع بحضرة الرئيس كوري الشمالي كيم جونغ اون الى الاعدام فقد اعدم وزير الدفاع الكوري الشمالي هيون يونغ في عام 2015 بمدفع مضاد للطائرات امام حجد يضم اكثر من مئة شخص لانه نام خلال احد اجتماعات كيم جونغ اون احترام اسرة كيم جونغ اون وحكومة كوريا الشمالية والسياسيين سجنت ام في احدى سنوات لمحاولتها انقاذ اطفالها اولا من حريق بدلا من صورة الرئيس السابق كيم ايل سونغ كانت قد احترقت وينبغي على جميع الاسر الكورية بان يضعوا صورا لأسرة كيم جونغ اون في بيوتهم وان يحافظوا على نظافتها اكثر من انفسهم ممنوع القيادة يسمح فقط لمسؤولين حكوميين بالقيادة اما المرأة فلا يسمح لها تحت اي ظرف من الظروف تسمح الحكومة لواحد فقط من كل مئة شخص بامتلاك سيارة وهذا من اغرب قوانين كوريا الشمالية ممنوع الابتسام منع الابتسام في عام الف وتسعمائة واربعة وتسعين عندما توفي رئيس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ كما منع التحدث بصوت عال او الرقص او شرب الكحول في هذا اليوم المحظور الذي يصادف الثامن من حزيران من كل عام وان لا يرسل معاقبون الى معسكرات العمل او قتلهم كما يطلب من السائحين والزوار الانحناء عند قبر كيم ايل سونغ ويتم سجن كل من يخالف هذا القانون المخدرات مسموحة يسمح بتجارة مخدرات وتعاطيها بدون اي عقوبة رادعة العكس معظم دول العالم الانترنت ممنوع لا يمكن تصفح الانترنت الى من خلال الشبكة الداخلية بهم تم اطلاقها في عام 2000 وتضم 28 موقعا فقط تحت اشراف الحكومة يسمح فقط للسياسيين وعائلاتهم والطلاب الملتحقين بمدارس النخبة وقسم الحرب الالكترونية بتصفح شبكة ريد ستارز او اس المعتمدة من الدولة ويحضر استخدام شبكة الواي فاي في جميع سفارات كوريا الشمالية واستخدام نظام ويندوز او ماك القياسي في الحواسي الى هنا تنتهي حلقة يرفاق من قناتكم عشوائية ثقافية مع السلامة